مرحبا بكم من جديد قبل أن نبدأ القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات يحكى يا سادة يا كرام أنه في يوم من الأيام جاء ولد يسأل أبيه ما قيمة حياتي أعطى الأب ابنه حجرا وقال له إن كنت ترغب في معرفة قيمة حياتك خذ هذا الحجر واذهب إلى السوق وإن سألك أحد عن قيمة الحجر لا تقل ولا كلمة فقط ارفع سبعين ذهب الولد الصغير إلى السوق وأخذ بكلام أبيه وتجول في الأنحى وإذا بامرأة اقتربت منه لتسأله عن سعر الحجر ففعل كما أمره أبيه ولم يتحدث وإنما رفع سبعين فقالت المرأة دولاران حسنا سأشتري منك الحجر تفاجأ الولد وهرع إلى والده ليخبره القصة بأن امرأة اشترت منه الحجر بدولارين فقال الرجل لابنه خذ حجرا آخر واذهب إلى المتحف وأفعل كما أمرتك لا تتكلم وإن سألك أحدهم عن السعر فارفع سبعين فأخذ الحجر وذهب إلى المتحف وبعد مدة قصيرة اقترب رجل في مقتبل العمر من الولد وقال له كم تريد ثمنا مقابل الحجر لم ينطق الولد بكلمة ورفع سبعين كما علمه والده فقال الرجل مئتا دولار حسنا سأشتري منك الحجر تعجب الولد وذهب مسرعا إلى أبيه وأخبره بأن رجلا في المتحف اشترى الحجر بمئتي دولار فقال الرجل حسنا يا أبني والآن آخر مكان أريدك أن تأخذ هذا الحجر إليه هو محل لأحجار كريمة امضي بداخل المحل وافعل كما أمرتك سابقا ذهب الولد يبحث عن المحل وعندما وجده أخذ يمشي داخل المحل حاملا الحجر وإذا برجل عجوز جالسا في الداخل وبمجرد رؤيته للحجر قفز عاليا وقال يا إلهي أنت تحمل الحجر الذي كنت أبحث عنه طوال حياتي كم تريد مقابله لم ينطق الولد بكلمة وإنما رفع صبعين فقال الرجل العجوز مئتا ألف دولار حسنا سأشتريه منك لم يصدق الفتى ما حدث وهرع مسرعا إلى أبيه وأخبره القصة حول الرجل العجوز الذي اشترى منه الحجر بمئتي ألف دولار فقال الأب هل فهمت الآن قيمة حياتك؟ إنما الحياة هي أين تضع نفسك يمكنك أن تقرر أن تصبح حجرا بدولارين أو حجرا بمئتي ألف دولار بعضهم من يحبك وأنت تعني لهم كل شيء وبعضهم سيستغلونك كسلعة وستكون قيمتك لهم لا شيء لذلك هذا الأمر يعود لك يا بني لتقرر قيمة حياتك إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وانتظروني في الحكاية القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر